المطبخ بيلم 99.9% من كراكيب البيت مش محتاجة طبعا نتكلم عن الأدراج في المطبخ وهي قد إيه بتلم كراكيب غصب عنك ومن غير ما تغذي بالك خالص هتلاقي كل حاجة في إيدك بتجري تحطيها على الأدراج اللي موجودة في المطبخ على جنب تيجي تغذي بالك إمتى لما تلاقي نفسك مش عارفة تقفل الدرج خالص من كتر الحاجات اللي موجودة فيه حصل معايا كده فده يعني اللي خلاني أخد بالي إن الأدراج الأربعة دول لازم يتنظفوا ولاازم يتفرزوا خالص ما يبقاش فيهم أي حاجة أنا مش بيستخدمها وده اللي حصل لميت من الأدراج دي شنطة بلاستيك كبيرة فيها حاجات أنا ما بيستخدماش يمكن بقى لي سنة وحاجات يعني ممكن حد تاني يستخدمها مش حقولوكم إن هي عايزة تترمي يعني هي حاجات ممكن حد تاني يستخدمها بس أنا عندي بداية لها كتير فمش حقدر استخدمها فطبعا اتخلصت منها على طول وقال الله بقى على الراحة والجمال ولما تلاقي كده كل حاجات في مكانها وعايز أقول لكم إن من أربع أدراج كانوا ميلانين على الآخر حاجات كتير وصلت بعد التنظيف والترتيب إني بقى عندي درج فاضي تخيلوا اتخلصت من كل الكراكيب والحاجات اللي أنا مش بيستخدمها تخيالي إن التخلص من الكراكيب ممكن يعمل إيه في حياتك؟ هيخلي حياتك أحلى بجد طبعا عايز أقول لكم الأدراج دي التنظيم فيها مهم جدا وإنت مغمضة تبقي عارفة إنتي تفتحي الدرج ده هتجيبي منه إيه؟ يعني لما تقولي لبنتك أو ابنك هات فوطة هيبقى عارف هيفتح أنهي درج هات جرنون هيبقى عارف يفتح أنهي درج يعني أي حاجة إنتي عايزة ترتبيها أو تخلي مقليها مكان محدد ثبتي بس الموضوع فترة وحتلاقي نفسك إيديكي بتروح للمكان ده من غير ما تاخذي بالك عشان تحطي لحاجة مكانها وحقولك تاني مش كل ما تنزلي أو تروحي مول أو تروحي أي مكان وتلاقي حاجة رخيصة أو سعرها كويس فتشتريها بطلي تشتري كركيب أنا عندي في الرفوف التلاتة دول أنا كنت بحط كبيات وكسات وقطقم توابل وحاجات كتير كده كانت دايما تتميلي تراب طبعا الجزء ده ما فيهوش أي يعني معارض على طول التراب كده ونفوش ضرفة يعني فدايما مليان تراب فطبعا اتخلصت من رف واحد فيهم اللي هو الرف الأول اللي تحت شلت كل حاجة أنا ما بستخدمهاش فيه وخليت بس الكوبات والحاجات اللي أنا ممكن أستخدمها في المية أو العصير بصوا الرف ده أنا فضيته خالص وحطيت فيه بس الزرعة دي ما عملتش فيه أي حاجة تاني وحستك كده براحة نفسية وانا وقف في المطبع بصراحة مش لازم تبقى الحاجات كلها مرصوصة ومتكدسة عندك كل الضرف مليانة حاجات اعملي ضرفة للحاجات اللي انت ما بتستخدميهاش إلا كل فترة طويلة ده حيريحك كتير حيريح عينيكي حيريح إيديكي وانت بتجيبي الحاجة من مكانها تلاقي الدنيا كده سهلة معيكي من الحاجات المهمة طبعا في المطبخ اللي قلنا لازم نركز عليها في الفترات اللي بنضف فيها الحاجات كل فترة طويلة زي الوقت اللي احنا فيه ده مثلا عايزين ننضف ورا الأجهزة الكهربائية كلها يعني ورا البتجازي بأنظيف ورا التلاجة وورا الغستالة لو هناخد فكرة من الفيديو النهاردة هناخد مبدئيا كده هقولكو على حاجتين أول حاجة لازم ورا الأجهزة الكهربائية عندك في المطبخ يكون نظيف تلاجة غستالة بوتجاز ده لازم تركزي عليهم قوي في التنظيف اللي هتعمليه بكرة مثلا أو انت حتى بتعمل لغداء في المطبخ تركزي على الحاجة دي النهاردة كده مع الغداء وتشطيب المطبخ السريع نضفي ورا الغستالة والتلاجة والبوتجاز يعني عايزك تركزي على حاجة مهمة التحديد انك تحددي الحاجة اللي هتعمليها ده يسهل عليك كتير جدا دي حاجة الحاجة التانية نضفي أدراج المطبخ من الكاركيد لمي أي حاجة ما بتستخدمهاش ورميها أو لو هي تنفع حد يستخدمها يبقى نسي كده برضو ما ربيتيش أي حاجة ما تنسيش بعد التنظيف ورا الغستالة والتلاجة والبوتجاز رشي رشة كده من الكاركس بتاع الحشرات الزاحفة أو بايجون أو أي حاجة تستخدميها للحشرات الزاحفة حتى لو ما عنديكيش نمل أو أي حشرات برضو رشي الوقاية حلوة جدا بتخليكي طبعا دايما متطمنة بصراحة فيبقى هنرش جوه الدرف ورا الغستالة والتلاجة والبوتجاز هنرش بعد ما ننظف في الأماكن اللي وراهم السراميك هنرش رشة من الكاركس بتاع الحشرات الزاحفة أو أي حاجة عندك بتستخدميها يبقى النهاردة الفكرة في الفيديو مفيش كاركيب عندك في الأدراج كمان مفيش تراب على السراميك ورا غستالة ورا تلاجة والبوتجاز وكمان انا استغنت على المفارش اللي في الأدراج لاني حاسيت ان هي بصراحة بتكعب للدرج مش بترتبه يعني فشلت كل المفارش وبدأت ارسل حاجات اللي انا عاوزيها في الأدراج من غير مفارش حاسيت ان كده اريح بالنسبة لي بصراحة عملت درج للفوت بتاعة المطبخ ودرج للتوابل وكمان درج للأكياس والفويل والمنازيل وبصراحة كل حاجة موجودة في مكانها مريحة جدا ممكن تستغرب روتيني النهاردة علشان هو يعني الجزء في المطبخ وشوية في الريسيبشن بس انا عملت الحاجات النهاردة اللي كانت محتاجة انها تتعمل مع طبعا التأتيب العايدي بقى لي فترة يعني في تنظيف الموسمي للبيت لان انا طبعا بشتغل ومبقاش عندي وقت ان انا كل يوم اخلص كل الحاجات في نفس الوقت يعني فطبعا بحب ان انا اقسم علشان متعبش وفي نفس الوقت ابقى برضو خلصت الشغل اللي وراي فزي ما انتم شايفين كده الفيديوهات اللي انا عملتها معاكم وهي دي الحاجات بالزبط اللي انا عملتها في البيت بنقلكوا كل حاجة والله يعني زي ما انا بعملها بالزبط فالنهاردة خلصت الجزء ده في المطبخ مع طبعا غدا على السريع وترتيب العادي للبيت وكمان خلصت الجزء ده في الريسيبشن طلعتوا مني قبل كده تنظيف الشباك الالاموتال هعملوا معاكم النهاردة بس قبل ما نظف الشباك نزلت استطايرة علشان تتغسل اهم حاجة ان انت لما تيجي تغسلي استطاير علشان ما تكويهاش وتتعب نفسك وتكرمش منك اعملي الغسالة على مانع العصر انها ما تتعصرش خالص واتنشريها بالمية بتاعتها زي ما هي او لو مش عايز تغسلي في الغسالة بعمل ممكن تغسلي على اديكي بس انا بفضل الغسالة لانها بتطلعها مش مكسرة ابدا بلغي العصر وبعمل على درجة حرارة بردة جدا فطبعا بتطلع الستاير مبلولة وبنشرها وبعدين ما بتحتاجش مكوى خالص هعمل معاكم الخلطة اللي انا هخسل بيها او حمسح بيها الستاير التقيلة اللي هي البرائع ده كولوريكس الوان ودوني علشان طبعا الريحة تبقى حلوة جدا وكمان مية وبرسيل جيل والجوانتي بتاعي التنظيف بتاعي او بتستخدمي اي فوت عايدي دي كده الخلطة اللي انا عملتها طبعا خلطة تستاير بصراحة رحيتها حلوة جدا وكمان مفيش اي طراب عليها وانا بفضل الاستاير التقيلة اللي هي البرائع ان احنا ما نفكهاش دايما لما بتتفك مرة صعب جدا انها ترجع زي اول مرة فبفضل ان هي تتنظف وهي في مكانها وبتنشف وبتبقى تمام يعني وبتبقى نظيفة مفيس مشكلة فيها خالص مهما هي كانت هي متبهدلة منك ممكن بس النزلات ننزلها اللي هي بتبقى في الجنب دي متشبكة زي استاير بالزبط بس هي عندي ما كانتش متبهدلة قوي فانا مسحتها زيها زي الستورة نفسها من فوق هنيجي بس نشوف الشباك الاول بصراحة الشباك سهل جدا ينفوش اي مشاكل خالص بس عايز اقولوك الاول التأشير اللي في الشباك ده علشان انا استخدمت سلك في الاول خالص لما جيت انضف الشباك مكانة دهان بتاع الحيطة كان متبهدل دهان نضفته بسلك الموعين فضلت ادعك كده لحد ما لاحظت ان هو بدأ يتقشر معي فبطلت بقى ان انا اعمل كده واستخدمت التينر في ان انا امسحه ونضفته على قد ما قدرت مرضتش بقى ان انا لغبة تاني وخليه يتقشر كله ويتبهدل يعني فطبعا ده كده من حوالي 6 سنين يعني كنت اعملش الشباك كده ومن يومها بقى طبعا بقيتش استخدم خالص السلك علشان ننضف المجرى بتاعت الشباك طبعا من الشتة والطراب وكده بتكون متبهدلة جدا انسى بحاجة بحسها طبعا تنفع هي المنازيل المنازيل عندي بتكون طرية وتقدر تتحكمي فيها وتجيبيها كده يمين وشمال معاكي غير الفوطة بتبقى سميكة شوية فحتضايق في التنظيف ممكن تحطي مية تحطي مية على خل تحطي ملمع ايزاز اي حاجة تبتدي تخلي بيها الطراب معاكي يلم استخدمت المنازيل كده ان انا انضف بيها الجزء ده كله وطبعا بسهولة جدا نضفت وما خدتش اي مجهود خاصة طيب بالنسبة لتنظيف الشباك من جوه طبعا سهل جدا انا هنقه لما الشباك ونضفه كله بملمع الازاز بتقدر تطولي كل الاجزاء في الشباك وهو مقفول عندك كده المشكلة بقى طبعا في برا الجزء اللي برا هقول لكم انا هنعمله ازاي انا بعمله بوصل لكل الاماكن اللي فيه بطريقة سهلة جدا اول حاجة بفتح الشباك زي ما انتوا شايفين كده يا دوب بس اعدي ايدي من برا فحعدي ايدي من ناحية تانية وابتدي ان انا ارش المنظف او الملمع اللي انا همسح بيه وابتدي ادعك بالجوانتي ونضف الجزء اللي انا طيلة بس بعد كده اروح سحب الضرف اللي انا نضفت نصها دي الناحية التانية واروح الناحية التانية فبسهولة جدا بتبقي بتوصلي بقى للجزء التاني فكده تبقي نضفت الضرفة كلها من برا اقول لكم تاني بصوا شايفين الجوانتي هم عامل كده فاصل بين الجزء اللي تنضف والجزء اللي ما تنضفش ده كده انا طولته من الناحية واحدة نضفتها من الناحية واحدة حسحب بقى نفس الضرفة الناحية التانية وابتدي ان انا اكمل بقية الضرفة من الناحية التانية بسهولة جدا انا كده ايدي برا نضفت الجزء ده ومن الناحية التانية نضفت بقية الضرفة عايزي جدا الضرفة السلك دي ممكن تمسحيها عايزي خالص برضو بالجوانتي واي منظف لو انتي بتعرفي تفكيها انا بفكها بسهولة جدا بس هي كانت منضفوها انا في العيد فمش محتاجة خالص انها تتفكي من مكانها يعني فكانت نضيفة مجرد ان انا بس مسحتها بقيت نضيفة خالص ومفعش اي مشاكل بس انا فكتها معاكم في فيديو قبل كده كده خلص انا خلصت الشباك من برا وطبعا النضافة طبعا واضحة جدا ان الازاز بقى بيلمع من برا ومن جوه طيب عايز اقول لكم بقى على المجرى الحتة بقى اللي في النص في المجرى بتاعت الالموتالي اللي في النص انا بجيب المنزيل واقبله اي منظف من عندي وابتدي ادخله كده وازقه بالمفاك او اي حاجة رفيعة عندك واعديه من ناحية التانية وارجع الشباك تاني واسحبه بقى من ناحية التانية هي الموضوع والله سهل جدا بس هو محتاج بس ان انت تبقي مركزة شوية هاسحبه بقى من هنا فهيجيب لي كل التراب اللي موجود تحت في الجزء اللي احنا مش بنعرف نوصله والله الفيديو ده انا عاملاه كده مخصوصي يعني علشان حبيبتي اللي طالبت مني مرتين انا مش نسياها والله ازاي بتنظف الشباك الالموتالي دي طريقة التنظيف من بقى ومن جوه وكمان المجرى اللي في النص اللي احنا مش بنعرف نوصلها خالص اللي بيكون الدراب فيها على بعدها استتاير طبعا نشفت انا عملت الجزء اللي معيه كلفاد ده كله بالليل نشرت الستاير بقى بالليل برضو وبعدين تاني يوم علقتها بالنسبة بقى للستاير التقيلة بسهولة جدا تقدر يتنظفيها من التراب من غير ما تفكيها علشان طبعا الستاير اللي بيكون طبعا الموديل بتاعها من فترة كبيرة فالفرانشات اللي فيها دي ما بينفعش انها تتغسل اصلا خالص في الغستايلة يعني ولا حتى على ايديكي بتصدي وبتبوز مسحت كل الستارة بالخلطة اللي احنا عملناها مع بعض طبعا نضفتها جدا ما شاء الله بيتزاهي قوي وبان عليها التنظيف فعلا كده اظن الفرق واضح يعني وعلقتي كمان استطورة يبقى انت لو ما نضفتيش حاجة خالص ركزي بس في ثلاث حاجات بعد الفيديو ده حتنظفي الادراك اللي عندك في المطبخ وتشيل منها الكراكيب والزيادات ورا البتجاز والغسالة والتلاجة لازم يتنظف كويس استطايروا البراءة تقيلة بسهولة جدا والشباكي اللي المتايل اللي عندك نظفيه بمنتهى السهولة عايز اقولكم ان انا عندي استطرة دي دي على البلكونة فمتعرضة لكمية التراب اكتر بكتير قوي من استطرة اللي على الشباك فطبعا شايفين المنظر عامل ازاي حلوة قوي قوي انك تدخلي على الشتاء ببيت نظيف بصراحة بتبقى حاجة ممتعة جدا في عز الشتاء خصوصا بقى ان انت ما بتعمليش مجهود كبير في الشتاء انت بتتابعي بس وتعملي الحاجات الخفيفة البسيطة اليومية بتاعت كل يوم من غير بقى ستاير وغسيل ستاير وتنظيف شبابيك وغسيل سجاد لا خالص كل الشتاء بيبقى مش محتاج الكلام ده كله يعني يارب بيكون الفيديو عجبكم ونركز كده في تلات حاجات هنعملهم هننضف البراعة السئيلة وهي متعلقة في مكانها هناختر الستاير وحننضف وراء التلاجة والغسالة والبوتاجاز وكمان هنلم الكراكيب من المطبخ اشوفكم على خير انشاء الله فيديو جديد ومكملين مع بعض ما عنديش كراكيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكراكيب